السلام عليكم تلميذاتي تلاميذي الأعزاء سعيد بلقائكم في حصة دراسية جديدة وحصتنا اليوم من مكون الحكاية الأسبوع الثاني من الوحدة الخامسة كما تعرفنا على ذلك سابقا الحكاية بعنوان نعم النهر يغضب جيد يجب أن نتفق مبدئيا أننا سنستثمر في هذه الحصة الرصيد اللغوي المروض في الحكاية كما سنستثمر ما تعرفناه عن الفعل الناقص وأخيرا يمكن أن نوضف بعض الجمل الفعليتي في المدارع الآن يجب أن تتابعوا هذا الدرس باهتمام ولنسمع الحكاية من جديد النهر يغضب كانت نجمة تجلس كل صباح على ضفة النهر تتأمل مياهه الصافية وأسماكه الوفيرة وهي تسبح وتتصابق ذات يوم دنت سمكة من نجمة وقالت لها مرحبا بك يا نجمة دهشت الفتاة لما سمعت فسألتها أتعرفين اسمي قالت السمكة أكيد أنا أراك كل يوم وأسمعك وأنت تنشدين فأتمايل وأحرك زعاني في فرحا بقدومك ابتسمت نجمة وقالت كم وددت أن أكون سمكة مثلك لأغوص في أعماق الأنهار وأستكشف ما بداخلها ردت السمكة أنت فتاة ضريفة ومهدبة لذا أعدك أن أحكي لك كل ما تريدين معرفته ومنذ ذلك اليوم ونجمة تقابل صديقتها السمكة وتتبادل معها أحاديث مسوقة عن أعماق الأنهار وبعد أيام اختفت السمكة فقلقت الصبية وأخذت تسأل عنها ولم تتوقف حتى اقتربت منها سمكة وقالت لها وهي تبكي أنا حزينة صديقات السمكات مريضة وتموت منها أعداد كبيرة كل يوم بسبب تلويت السكان لماء النهر النهر غاضب وسينتقم زعرت نجمة وتساءلت يا إلهي ماذا سيفعل وفي اليوم الموالي استيقظت نجمة من النوم وذهبت كعادتها إلى الحمام لكنها ما وجدت ماء أسرعت إلى النافذة ونظرت إلى النهر بلم تر به ماء فصاحت يا لام كارتة لقد غضب النار ونبذ تهديده ورحل عنا ماذا سيحدث لنا فكرت نجمة ثم اجتمعت مع أطفال القرية واتفقوا على القيام بحملة للتوعية فطرقوا كل الأبواب ونصروا منصورات توضيحية وأرسلوا رسائل صوتية لكل السكان يدعونهم إلى كف عن تلويت وتفذير مياه النهر استجاب الجميع وبعد أيام قلائل عادت المياه إلى النهر صافية رقراقة ورقصت السمكات فرحا واخضرت الأرض أدعوكم الآن إلى تدويني الكلمات التي لم تفهموا معانيها مثل دنت ضعرت كارثة تبذير أطلب منكم الآن أن تركبوا الكلمات بجمل مفيدة سأعتمد على اجتهادكم ونصاتكم حاولوا أن تستخرجوا أفعال ناقصة من نص الحكاية حاولوا أن تبحثوا عن أفعال ناقصة لم ترد في الحكاية الآن وكما تعرفنا في الحصة السابقة على أن الفعل المدارع يحتمل أن يدل معناه على حدوث فعل الآن أو حدوث فعل في الزمن أي قبل الآن استيقظت نجمة من النوم أطلب منكم أن تحولوا هذه الجملة إلى الآن أي إلى المدارع جيد تستيقظ نجمة من النوم جيد الآن حاولوا استخراج جمل في زمن المدارع من نص الحكاية أقترح عليكم الآن تركيب جمل باستعمال الرصيد المروج في الحكاية عليكم اختيار كل فعل ناقص من هذه الأفعال بات وقف نام نمى جاء نسيا رمى وعاد شفيا عدا قام أذكركم بالقاعدة فالفعل الناقص هو ما كان آخره حرفا من حروف العلة التلت أي الواو أو الألف أو الياء عليكم الآن تحويل الجمل الآتية من الماضي إلى المدارع ودت نجمة أن تكون سمكة اختفت السمكة فقلقت الصبية استيقظت نجمة من النوم وذهبت كعادتها إلى الحمام إذن الأفعال التي ستكوننا مطالبين بتحويلها هي في الجملة الأولى ودت في الجملة الثانية اختفت وقلقت في الجملة الثالثة استيقظت وذهبت متمنيات لكم بالتوفيق والسداد